نع العميد يحيى محمد عبدالله صالح نجله الاكبر العزيز كنعان يحيى محمد عبدالله صالح في بيان جاء فيه الحمد لله القائل في محكم كتابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والقائل ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا الإخوة والأخوات أبناء شعبنا اليمني العظيم بإيمان كامل بقضاء الله وقدره أنعي إليكم وقلبي يقطر دما ويتفطر ألما وحزنا رحيل نجلي الأكبر سندي وعضدي وأملي ومصدر فخري كنعان يحيى محمد عبدالله صالح الذي وفته المنية مساء أمس الثلاثاء الثاني والعشرين من مايو الفين وثمانية عشر في العاصمة العمانية مسقط إثرى سكتة قلبية بعد أن ظلت روحه الطاهرة الحرة تنزف ألما وكمدا منذ استشهاد جده الشهيد علي عبدالله صالح رحمة الله تغشاهما أنعي إليكم رحيل ولدي كنعان البار بوالديه وبعائلته ووطنه الذي رحل وهو المعتاد على مرافقة جده الشهيد الزعيم كي يلتحق بجده في رحمة الله الواسعة وجنات الخلد التي أعدت للمتقين كنعان يا ابن اليمن يا أصل فلسطين لقد ظل حزنك على فراق جدك العظيم يؤلمك ويضيف لألمك على محنة وطنك لتكمل عليك الأحداث الأخيرة في فلسطين ما تبقى من طاقتك لتحمل الآلام وقد كان لك يا كنعان من اسمك نصيب يا جماهر شعبنا اليمني إنني وإذ أنعي إليكم فلذت كبدي أطلب منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وإسكنه الله تسيح جناته وإن يلهمنا الصبر والسلوان على فراقه لله ما أعطى ولله ما أخذ ولله الحمد والشكر على كل حال إن لله وإن إليه يراجعون يحيى محمد عبدالله صالح